اهلا بكم الزهر كده ان حرب الزكاء الاصطناعي ظهرت وبقوة وابتدت حقيقي اقوى منافس للشات جي بي تي بقى متاح مجانا بدون في بي ان في كل دول العالم وهو جوجل بارد اهلا بكم معاكم عاصم امام وانتهينا في قناة اي ماركتينج لوفرز قناة متخصصة في التسويق الالكتروني والربح من الانترنت لو انت اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وهيا بنا نشوف اهلا بكم مرة تانية دلوقتي تقدر تخش على مجانا من اي بلد بدون ويشتغل معاك طبعا هنا انا دخلت وقلت له هل انت اقوى من شات جي بي تي للأسف اول عيب ظهر انه هو لسه ما بيدعمش اللغة العربية لكن لما كتبت له بالانجلش عمالي هنا مقارنة كاملة بينه وبين شات جي بي تي في كل حاجة وقال لي انه هما الاتنين عبارة عن مجموعة لغات كبيرة جدا برمجية وبيهدفوا الى حل المشاكل والاسئلة اللي انت بتقولها له وبيوفر لك بيوفر الحلول لكن بنسب متفوتة على حسب السؤال اللي انت بتسأله وطريقة سؤالك لكن هنا جوجل بارد تميز في شوية حاجات انه هو اه مش زي شات جي بي تي واقف لحد واحد وعشرين فهنا انت هتقدر تخش هسيب لك اللينك طبعا بارد دوت جوجل دوت كوم وهي هتقدر تجربه زي ما انت عايز ودي الصفحة الرئيسية بتاعته زي ما انت شايف اه يعني هنا ممكن تعمل ريسيت شات فهقول له ريسيت كل اللي انت هتعمله هتدخل على الصفحة وهتوافق على الشروط والاحكام وهتبتدي تتشات معاه وتسأله على كل الاسئلة اللي انت حابب تسألها فخليني كده برضو اسأله سؤال خلينا نشوف الاجابة هنا شكلها هيكون عامل ازاي وهل فعلا جوجل بارد خلي بالك هو ده فعلا المنافس الحقيقي دي شات جي بي تي فهو هنا ام انابل تو طب هقول له نسهل له شوية طبعا انت شايف دلوقتي جوجل بارد ضعيف لكن انا بقزم لك ان جوجل بارد زي ما انت شايف اهو كتب لك كل حاجة عن انا شايف ان جوجل بارد هيكون اقوى بكتير من شات جي بي تي جوجل مش هتسكت وعندها ريسورسز قوية جدا شات جي بي تي اصلا بيعتمد عليها فهنا هيبقى الكفة الربحة ناحية اه اه جوجل بارد اتمنى الفيديو يكون بسيط ومش طويل ويكون افاتكم زي ما وعدتكم ان انا اي معلومة بتوصل بعرضها عليك زي ما بجيلي بالزبط وزي ما بشوفها وزي ما بجربها ما بخبيش عليك اي حاجة طبعا انا عارف ان في نزع لنا على كورس الاسي او لكن اقسم بالله انا فعلا اه عايز اقول ان انا اه الفترة الفاتت كنت ما بمشيش وبنصح كل حد اه بيشتغل اونلاين انه خلي بالنصحته ما يعودش اه اكتر من تلت ساعة على الكمبيوتر وبعد كده يقوم يعمل اي حاجة وبعدين يرجع تاني انا اسف هي دي ممكن تتعاكسك في التركيز لكن صدقوني انا عندي اه يعني جالي اه حاجة شبه انزلاق كده ما بقدرش حتى اقوم يعني لازم حد يسندني عشان اقوم وللاسف اول ما ابتديتها فوق يعني فوقت على خبر وفاة الدكتور ايمن طلاح ربنا يرحمه رب واحد من العباقرة واحد اه يعني اه انا اتشرف ان انا كنت اه صديقه اه يعني اه اتمنى ان كل الناس يترحم عليه اه كان من الشخصيات المهزبة جدا وراجل مصقف ومعطاء بدون اي مقابل وللاسف ما اخدش حقه كما يجب ان يكون لانه حد جامد جدا جدا ربنا يرحمه شكرا لكم اه لو انت اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة